ثمنت حركة المقاومة الإسلامية حماسة المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولي الخميس في لاهاي وما جاء فيها من حجج وإدلة وبراهين موثقة وهو ما أثبت أمام العالم تورط الاحتلال الصهيوني في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حسب تعبيرها وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق في تصريح إن دولة جنوب أفريقيا تثبت مجددا أصالة موقفها المبدأي في دعم الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته مؤكدا أن جنوب أفريقيا دولة تتسيق مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي نثمن ونقدر عاليا المرافعة التي أدلى بها الفريق القانوني لدولة جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية نعد هذه المرافعة التاريخية التي شهدها العالم اليوم سببا وجيها ومعتبرا من دولة تتسيق مع مبادئها ومبادئ القانون الدولي لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا والأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة ومن ثم البدء في محاكمة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة